بسم الله الرحمن الرحيم بعد نحو 24 ساعة على اعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي سيطرت القوات الامنية بشكل كامل على الحدود العراقية السورية وانتهاء الحرب ضد داعش كشفت مصادر من داخل محافظة صلاح الدين عن وجود تجمعات لعناصر داعش في قضاء طوز شمال شرقي المحافظة وفي بيان مفاجئ اعلنت المحافظة امسن الاحد ان هناك تجمعات كبيرة لعناصر من داعش في مناطق تقع على محيط قضاء طوز باتجاه مناطق زنقنة وخاذ الكرم وزنقنة سالم وكفري وهو ما يتناقض تماما مع تأكيد العبادي ان العراق بات خاليا من تواجد الارهابيين وفي بيان لها بينت ان عناصر من داعش تسللوا الى هذه المناطق في وقت سابق وبدأ تهديدهم يتنامى على القضاء وعلمت صحيفة عكاذ السعودية من مصادر موثوقة بديوان الرئاسة العراقية على حد وصفها ان العبادي طلب من وحدة مكافحة الارهاب اجراء مسح شامل لقضاء الطوز للبحث عن عناصر داعش الذين تحدثت عنهم محافظة صلاح الدين وفي غضون ذلك شهدت مدينة الطوز مساء امس وتحديدا عند قرية افتغار الواقع بين القضاء ومحافظة كركوك هجوما لمسلحين قاموا بقطع الطريق واحراق عدد من الشاحنات الا ان مصادر امنية اكدت ان المهاجمين لاذوا بالفرار بعد ان تدخلت القوات الامنية لانقاذ السائقين اصحاب تلك الشاحنات حسب ما اعلن نائب رئيس مجلس قضاء طوز علي الحسني امسن الاحد هذا وتشهد مدينة الطوز بين الفينة والاخرى هجمات لمسلحين مجهولين يعتقد انهم ينتمون لداعش الا ان الجهات الامنية سرعان ما تتدخل لاحباط تلك الهجمات فيما يرى مراقبون ان الامر لم يعد سرا وانما الملف الامني لا بد من ان يكون مشتركا بين كافة الاجهزة الامنية لانها مسئولية الجميع اشتركوا في القناة